مرحبا بكم في الموعد اليومي الفاست كان بش نبديه فاست كان اليوم بالمباريات لدارة البرح المباراة الأولى اللي وقعت أخيرة بسبب نزول الأمتار هي مباراة المنتخب الليبي والمنتخب الزنبي اللي تلعبت بعد ساعة ونصف من موعدة في ملعباتها بالليبي اللي انهزمت في مباراة الأولى ضد غيني الإسيوائية صعر الفاوس بأول ثلاث نقاط ورغم انه تقدم مرتين على المنتخب الزنبي الا انه معرفش يحتفظ بالنتيجة اللي كانت في صالحه افتتح أحمد ساعد أولى الأهديف في دقيقة الرابعة قبل ما يعدل إيمانويل مايوكا في دقيقة 29 ثم أذاف أحمد ساعد ثنائيته في المباراة في دقيقة 48 ليعطي الأسباقية مرة أخرى الفرسين المتوسط اللي ما تمكنوش بش يحتفظه بالنتيجة بعد ما أدرك قاية المنتخب الزنبي كريستوفر كاتونجو اتعادوا المرة أخرى في دقيقة 54 المنتخب الليبي مطالب بالفاوس في المباراة اللي تجمعوا بأسود التيرينجا اللي ودعوا المسابقة من الدور الأول المباراة الثانية اللي جمعت على نفس الملعب غينيا الاسيوائية ومنتخب السينيجال اللي عرف زوز هزيم عجلة بعودتهم للديار ورغم سيطرة السينيجاليين على جول المباراة اللي انه منتخب غينيا الاسيوائية عرف كيفيس يخرج بالنقاط الفاوس حيث افتتح رندي تسجيل أصحاب الميدان في دقيقة 62 في دقيقة 90 سجل موساسو هدف التعادل اللي رجع الأمل لأسود التيرينجا إلا أنه دافيد ألفاريس أحرز هدف قاتل في دقيقة 93 كان ضربة موجعة للسينيجاليين وفوز تاريخي الغينيا الاسيوائية المرشح الأول للدور الربع النهائي المنتخب الدونسي تنتظر غدوة مباراة هيمة ضد منتخب النيجر اللي انهزم في مباراةه الأولى ضد منتخب الجابون في صورة فوز منتخب نايت أهل نصور قرتاش حسابيا للدور الثاني وهكا يضمن ماكين في الدور الربع النهائي آخر أخبار المنتخب تعارض الحارس أيمن البلبولي لإصابة إلا أنه بشكون حاضر ضد النيجر والخبر المؤكد هو غيب المهاجم صابر خليفة بداعي الإصابة التشكيل المحتم للمباراة غدوة في حراس المرمى نلقاو أيمن المثلوثي في محور الدفاع الثونئي كريم حقي وأيمن عبد النور كذاهير أيمن نلقاو بلال العيفة كذاهير أيصر عمر الجمل خالد القربي ومجدي التراوي كالعادة كالعبير تيكيس وعلى الرواق الأيمن بالشيق حمسيم الترابلسي يوسف لمسكني كأساسي ونلقاو زهير الذاويدي على الرواق الأيصر كصنع ألعاب نلقاو ياسين الشيخاوي وأمين الشرميتي كرأس حربة ونرى بعض التونسيين في مباراة غدوة كيف تشوف حظوظ المنتخب؟ ríيا حقوق مجددين كالعبير تستخدمات الأيصر في الأولى تجاهب مجددين ملكانرار تساعد من المروق لكن ملكانرار تساعد من المروق من تجاهل أن أصدر الأولى لأن كل أولاق مجددين كنارون ملكانرار طويل تنزل هذا الوحيد في العام الأيمن نجمنا في المنتان الثاني في ندفل المواني يجب أن يكونوا حاضرين أكثر من المقابلة الأولى ونصور الأولاد يجب أن يكونوا حاضرين أكثر من المقابلة الأولى ما تتوقعش المنتخب بغدوة يتيح في فخ استسهيل المنافس؟ وفخ استسهيل أكثر من تتوقع شاية حاضرين أكثر من أحتاجهم أتوقع حاضرين في هائل أكثر من الوقت وستسهير كي ما نقول الكلام ما نتصورش معتها مدامي كيبا ترشح تفشال عب كوبدا فريق ما أنا إن شاء الله نملكيون ونبع ساعة أربع درجة بالنسبة لبرنامج غدوة نلقاه كل عادة عزوز مباريات نسور قرتاج يواجه المنتخب النيجر والمباراة الثانية مواجهة قوية بين منتخب الجابوني والمنتخب المغربي فاست كان وفايت نتقابله في الموعد اليومي غدوة إن شاء الله اشتركوا في القناة